أعلى بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي عندي فيها تفاصيل مهمة جداً عشان كده الوقت أجري بسرعة عشان نشوف إيه المحتوى الموجود في السوشيا الميدي أول حاجة معايا الحساب الرسمي للحاوي وليد سليمان من خلال حسابه على تويتر كتب وقال جمهور الأهل العظيم الحمد لله الذي أعطاني أكثر مما تمنيت هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلعب كرة قدم في أعظم نادي في الكون النادي الأهلي بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة مع شوقتي كرة القدم وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الإفريقي أتمنى أن تظل جمهور الأهل العظيمة تتذكرني على مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في النادي وأنا قطعت عهد ووعد على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم اليوم بعد أن شاركت زملائي بالتتويج بالميدالية التاريخية العالمية السالسة برونزية كأس العالم الأندية بالإمارات أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم شكراً إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وجميع المسؤولين السابقين شكراً للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم شكراً زملاء الحاليين والسابقين شكراً الجمهور العظيم الذي ساندني كنتم لي الداعم الأول رسالة من وليد سليمان إلى جمهور النادي الأهلي وخلاص وليد أعلم بشكل رسمي بالأمس عقب المباراة الأخيرة لي في كأس العالم الأندية أن هذا الموسم هو الأخير لي وتم تعليق الحزاء في نهاية الموسم بتبقى لحظة صعبة جداً على أي لعب لكن وليد نجم كبير وأي نجم بنتمناله دايماً في اللحظة الأهم في تاريخه لما ياخد قرار الاعتزال تكون هي اللحظة المناسبة لأن ده نقطة مهمة جداً في تاريخ أي لعب ممكن تعمل بطولات وأرقام قياسية لكن اللحظة الأخيرة مهمة جداً في حياة أي لعب كل التوفيق يا رب الوليد سليمان في الفترة اللي جاية يستحق التقدير ويستحق الأفضل يا رب الفترة اللي جاية يتجه للعمل الإداري يتجه إلى التدريب إحساسي كده ممكن أشوف وليد سليمان مدرب خلال الفترة اللي جاية بعد نهاية هذا الموسم ونتمناله التوفيق وهو بالتأكيد هيكون أكتر واحد عارف بقى طموحاته وأماله خلال الفترة اللي جاية ويستحق كل الشكر على الفترة السابقة